لقد تحدثنا عن البرامتر same وذكرنا أن هذا البرامتر يرث أو يأخذ الإعجاجات الخاصة بالصفحة السابقة ويضعها في الصفحة الحالية هل هناك برامتر آخر؟ الإجابة نعم لدينا برامتر آخر جديد اسمه duration duration يعني المدة أو الوقت هذا البرامتر يأخذ عدد إما انتجر أو فلوت القيمة الافتراضية لهذا البرامتر تساوي صفر ولكن ما هي وظيفة هذا البرامتر؟ هذا هو الكود الخاص بي حاليا قمت بإضافة background أو خلفية لكل صفحة قمت بوضع خلفية حمراء للصفحة الأولى وخضراء للصفحة الثانية وزرقاء للصفحة الثالثة وهكذا ولون مختلف للصفحة الرابعة الآن هذه الميثود set page background ليست مهمة حاليا المهم حاليا هو البرامتر سنتحدث عن الbackground والخلفيات في جرس آخر الآن هذا هو الملف الخاص بي يحتوي على أربع صفحات بأربع ألوان مختلفة حسنا الآن سنقوم بإضافة duration في كل صفحة بهذا الشكل الصفحة الأولى سيكون البرامتر الخاص بالدوريشن أو اللي اسمه دوريشن يحمل قيمة ثلاثة ثلاثة تعني ثلاث ثواني وأيضا الصفحة الثانية نفس الأمر دوريشن ثلاث ثواني الصفحة الثالثة ثلاث ثواني الصفحة الرابعة ثلاث ثواني الآن نقوم بإنشاء ملف البيدياف نقوم بالنظر لملف البيدياف هل هناك اختلاف؟ ليس هناك اختلاف إذن ماذا يعني أدوريشن؟ وما هي وظيفة الثلاث ثواني؟ لكل مستعرض ملفات لديه خصائص معينة لدينا أدوبي أكروبات يستطيع عرض ملفات البيدياف كعرض تقديمي أو بريزنتيشن وتأتي وظيفة الدوريشن التي قمنا بتحديدها في هذا السياق بمعنى أننا إذا قمنا بعارض ملف البيدياف هذا كبروزنتيشن سيحدث لدينا تأخير في الانتقال للصفحة الثانية بشكل تلقائي هذا التأخير هو الدوريشن بمعنى عندما قمنا بوضع الدوريشن ثلاث ثواني فأدوبي أكروبات سيقوم بعرض الصفحة الحمراء ثلاث ثواني من ثم ينتقل للصفحة الخضراء من ثم يعرضها ثلاث ثواني من ثم ينتقل للصفحة الزرقاء وهكذا الآن لنقوم بتجربة ذلك لعارض الملف أو ملف البيدياف كبروزنتيشن أو عرض سنذهب لمنيو من ثم بعد ذلك فيو من ثم بعد ذلك فول سكرين مود نضغط عليها بهذا الشكل ستلاحظ الآن تأخير ثلاث ثواني في كل صفحة من ثم انتقال للصفحة الأخرى بهذا الشكل عندما ترغب في انهاء العرض ستقوم بالضغط على زر اسكيب وهذه هي وظيفة الدوريشن باختصار ترجمة نانسي قنقر